اشتركوا في القناة الانتصاري العظيم لن يحدث الا لان الرب معايا لن اكون منتصرا انتصارا عظيما لو انا بعيد عن محبة الرب مش متمتع بمحبة الرب هي بتقول يعز منتصارنا ما قالتش يعز منتصارنا بالرب يسوع قالت يعز منتصارنا بالذي احبنا يعني عشان انتصارك يبقى عظيم انتصارك على الخطيئة انتصارك في مشكلة انتصارك في عملك انتصارك في خدمة بتخدم فيها الرب انتصارك على المرض عشان يبقى انتصارك عظيم في شرط انك انت تبقى متمتع او بلغة اخرى واسق ان الرب بيحبك بالذي احبنا واسق ان الرب بيحبك محبة بيقول عنها الرسول يوحنا محبة كاملة واسقتك في ان الرب بيحبك محبة كاملة ده بيحرلك من كل خوف هي بتقول كده المحبة الكاملة لا تطرح الخوف الى الخارج مش ابقى خايف ليه لاني مسنود مسنود على ايه على ان الرب بيحبني بيحبني وانا وحش بيحبني بيحبني وانا نص ونص بيحبني بيحبني في كل الظروف في كل الاوقات وانا وحش اجيله وقوله انت بتحبني عشان كده مش هتسبني اتحطم ومش هتسبني اتضمر واتطلعني مننا فيه بانتصار عظيم يعظم انتصارنا بالذي احبنا وابدأ معك عزيزي المشاهد بتأمل سريع في الصلاة العظيمة التي صلاها يهوشفاد يهوشفاد ده ملك كان ملك لشعب الرب وعاصمة شعب الرب كانت ارشاليم واتى هجوم غير متوقع على ارشاليم تلت بلاد عملت تلت جيوش وهجمت على مدينة ارشاليم او اقتربت الى مدينة ارشاليم وده كان امر غير متوقع تقولي ليه غير متوقع لان شعب الرب عامل الشعوب التلاتة دول معاملة حسنة كان ممكن يدخل معاهم لما كان شعب الرب قوي كان ممكن يفنيهم يعني ويه لكن لا شعب الرب تعامل مع الشعوب دي تعامل حسن جدا بس النتيجة كانت زي ما انت تعامل واحد كويس اوي 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 هم بقى تكروا للجميل فحرب غير متوقعة وجيوش ضخمة لاني بيقولك قد جاء عليك جمهور الخبر جاله قد جاء عليك جمهور كثير انما ياهو شفاط كان شخص عظيم عمل اجتماع وجمع الناس وقاد الناس في صلاة عظيمة بعد النقاط بقى النقطة الاولى في صلاته اكد الايمان الايمان اللي تعلمه من هو صغير قال كده اذا جاء علينا شر او وبق او او جوع ووقفنا امامك يا رب ده اللي تعلمناه ايه اللي هيحصل فانك هتسمع وتخلص بيقوله يا رب احنا تعلمنا كده من وعنة صغيرة لتعلمتك كده انه لما يجي علي شر سواء سيف سواء مرض خطير مجاعة المطر توقف شهور او سنين مجاعة لما يجي علينا خطر شديد ويجي رعف قدامك ونصلي اللي هيحصل تسمع وتخلص عزيزي المشاد الهي او شفاط هو الهك في اي وقت يأتي عليك شر تعالى امام الرب اللي بيحبك واللي انت واثق انه بيحبك وبكل تأكيد يسمع ويخلص واصلى كده قال له يا رب انا ده اللي تعلمته وده اللي عرفه انك انت اله لن تخزني اه هم ضيوش قوية جدا انا ضعيف امامه لكن انت معايا وانت تسمع وتخلص وفي صلاته قال العبارة الشهيرة اللي متتنسيش نوافة ده وهو بيصلي قال له ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير بيقر بالحقيقة ان التحدي ضخم والمشاكل صعبة وممكن يكون ده حالك عندك جمهور كثير مشاكل كثيرة في سكتك وهي الامور مش بسيطة يا عوشفات كان صريحا مع الرب لم يدعي القوة الحقيقة ايه الحقيقة ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير اللي اقترب الينا القاتي علينا وكمان ما عندناش حلول ونحن لا نعلم ماذا نعمل بس بقى اشوف الحتة اللي جاية ما نتتنسيش ابدا ولكن نحوك ايه اعيننا كفائي احنا وقفين امامك وعنينا عليك لو عينينا على نفسنا هنرتعب لان احنا ضعفاء ولو عينينا على العدو هنرتعب برضو لانه قوي جدا لكن عينينا عليك الوضع مختلف عزيزي المشان انت النهاردة عينيك على ايه مركز بعينيك على ايه على نفسك كرسة لان انت امكانياتك ضعيفة مهما كنت مركز على الظروف الخارجية دي بتتغير وممكن تشتد وتصعب لا ركز عينك على الرب عشان تبقى دايما في الارتفاع وتقول انا دايما لان عيني على الرب عيني على الرب يعني ايه يعني وصف فيه يعني ما اعتمد عليه ادي معنى نعيني على الرب يعني شايفه قدامي حطه قدامي يعني هدخل اي مشكلة وهو معايا وانا معاه متمتع بحبه متمتع بوعوده ماسك في وعوده ادي معنى ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك اعيننا جات الاجابة بقى غدا اخرجوا للقاءهم والرب بيقول لك كده واجه ما تخافش والرب هيكون معاك والرب معكم والرب معكم ممكن تقرأه في ترجمات تانية والرب سيكون معكم بكرة واجه انت هتنام تعبان لا صلي زي هشفات وبكرة واجه وبكل تأكيد مش صدفة انك بتسمعان الرب هيكون معاك ولما الرب يكون معاك خلاص زي ما انتصر يا هشفات ستنتصر وسيعظم انتصارك عزيزي المشاهد تعالى معي الان الى سفر الخروج اصحاح 15 نكمل التأمل في قصة موسى ورحلته في البرية واول محطة كانت المحطة التسبيح بدأ بالتسبيح بعدين مشي بالشعب تلت ايام واجه مشكلة ضخمة جدا 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 ان خلال التلت ايام ما فيش اي مصادر للمياه لانه ماشي في صحرة والشعب ابتدى يقن المياه اللي معاه واخدتها من مصر ابتدت تخلص او خلصت وبعدين في اليوم التالت بعد تلت ايام ماشي ايه اللي حدث وجدوا مياه وفرحوا بعدين شربوا المياه ما دورش يشربوها لان المياه لا تصلح للشرب عمل ايه الشعب تزمر على موسى لانه ده القائد اللي الرب حطه في حياتهم باسم الرب يسوع لا تكون لغتنا مع القادة اللي الرب حطهم في حياتنا فيها تزمر ايا كانت الظروف لانك انت لما تتزمر على قائد الرب حطه في حياتك في اي دائرة من الدوائر كانك بتتزمر على الرب فهم لما المياه اللي يقعوا مرة تزمروا على موسى شافوا الرب في موسى لان موسى ده ما يعرفهوش غير من الرب هو اللي بعت ليهم موسى موسى عمل ايه موسى حول المشكلة للرب ودايما لما يبقى عندنا مشكلة نحولها للرب دائما لا نحتفظ بمشاكلنا لانفسنا ندايما نحولها على الرب دائما تحول الحاجة على الرب فلما تحولت المشكلة على الرب الرب قال لموسى الحل شجرة حطها في المياه المياه تحولت من مياه مرة لا تصلح للشرب الى مياه رائعة في المكان ده مرة حصلت حاجة تانية مهمة جدا ليه لان الرب بيتكمل عمله هو ليه الرب يعني هل هم اللي مشوا مزاكهم ومشوا غلط لا لان هم مشوا وراء عمود السحاب احيانا الرب يقودنا الى مرة الى مكان مر الى مكان صعب الرب اللي قدتهم مش هم اللي قدوا انفسهم ده الرب اللي قدتهم بعمود السحاب وبموسى ممكن الرب يقود اكتب ابي صلي وتقول يا رب احفظني فيه مشيئتك وكل حاجة وتلاقي نفسك تحطيت فيه موقف صعب ليه لان الموقف صعب ده مدام الرب قادك ليه يبقى الخير قعد مدام الرب هو اللي قادك لهذا المكان تقول انا صليت قبل مبدأ الشغل بتاعي الجديد وخدت مشيئة الرب والرب ولا ما قال ليش اي حاجة ان الشغل ده يتعبني وكان بتشجعني بس لما دخلت في الشغل تعبت اقول لك اه لان الرب شايف انك انت محتاج تتعب وتعبك ده فيه فايدة ليك وانت فيه حاجات في شخصيتك مش هتتغير غير لما تتعب تبقى تمر مرحلة صعبة طب ايه يعني مررك مرحلة صعبة عشان تصلح والمرحلة صعبة دي وكان ممكن تتعلم بطريقة تانية ما كان الرب ما يودك في الحتة الصعبة دي لانه ما ودك في الحتة الصعبة لان شخصيتك محتاجة الحاجة الصعبة ولانها محتاجة الحاجة الصعبة دخلك في الحاجة الصعبة عشان تتغير ومش تقعد في الحاجة الصعبة وقت طويل مرة المليانة مرة تغيرت بيت مليانة مياه الموضوع يقول لك هناك وضع له فريضة وحكما في حكم ايه يا رب لا الموضوع مش خلص خلاص تشربه مية كويسة وانتهى الموضوع لا ده انتوا لازم بقى تتعلموا الدرس ايه الدرس يا رب ان كنت تسمع لصوت الرب الهك الرب كان ايلهم بعد تلات ايام ماشي من ارض مصر تعملوا احتفال وفرح وتقدموا زباح انتوا مسمعتوش للصوت ده مسمعتوش للوصية بتاعتي فانا بقى بنبهكم شوف الرب بيعلم ان كنت ان كنت تسمع لصوت الرب الهك لدم تسمع صوتي لدم تطيع وصياي ان كنت تسمع لصوت الرب الىك وتصنع الحق في عينيه مش في عينيه نفسا ما كتير حاجات نعملها ونقول عليها صح لان احنا بنحكم عليها بنفسنا لكن نحكم عليها في ضوء كلمة الرب تطلع مش صح وكتير الناس يقولون انتوا بتقولوا صح لكن يجي نمتحنوا قدام الرب يطلع مش صح ليه وراه حاجات مش نقية جوه القلب فلما ابقى صح امام الرب او بلغة اخرى لم يبقى اتجاهي اتجاه حياتي ان انا عايز ارض الرب مش نفسي وعايز ارض الرب ومش الناس هدفي ارضاء الرب يعني هدفي طاعة الرب ولما ما بقدرش اطيع بقول له يا رب انا ضعيف وديني قوة انا اطيع لما ده يبقى اتجاه حياتي ان انا عايز اطيع الرب ان انا عايز اعمل الصح في عينين الرب مش في عينين الناس لان الناس ممكن يقولوا لك اللي انت بتعمله ده يا ده انت زكي جدا ازاي قدرت تطيع رب من الضرايب دي بس الزكاء جدا ده في نظر الناس ده خطيه صعبه وسرقه في نظر الرب مش مهم الناس المهم الرب يقولولك يا ازاي قدرت تتعامل مع العمال بتعوتك لو انت صاحب عمل وتديهم فلوس قليلة ويبراضين حكت عليهم ازاي اه انت زكي جدا اللي الناس بيسموه زكاء الرب بيسميه استغلال وخطيه وطمع وكبرياء يعني شايف نفسك واستخدمت عقلك وزكاءك تضحك على ناس فقرة يعني الشيء بشع في عيني الرب فالشرط انك تعملين كنت تسمع لصوت الرب اله وتصنع الحق في عينيه وتزغيي الى وصياه وتبقى واثق انك لما اطيع الرب انت في امان هما ما واثقوش في كده هما لو كانوا طاع الرب كان يقدموا الزباح وعملوا عيد زي ما الرب قال لهم فيه اصحاح الخروج خمسة وتمانية لكن هما ما عملوش كده هما ليهوا المية نسش قالوا الرب لو كانوا طاع الرب كان الواضع يختلف لان الرب مش ممكن اطيعه ويخزني مش ممكن لان قال كده اكرم اكرم الذين يكرمونني واكرام الرب ازاي في طاعة الرب اطيع الرب في اعلان ان انا مش هضحي ابدا بمحبتي للرب في سبيل محبة الناس انا هبى ولاقي الاول للرب طول ما انا كده الرب هيكرمني ويحول المية المرة لمية عزبة ويعمل معجزات ان كنت تسمع لصوت الرب اليك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصياه وتحفظ جميع فرائده يعني الحاجات اللي بيقولك اعملها ايه بقى فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا اضع عليك بس في شرط لما تعيش بجدية معايا مش اجيب لك الضربات اللي جبتها على المصريين وتشوفتوها بعينيكم في الضربات العشر وكان فيها امراض فمرضا ما مما وضعته على المصريين لا اضع عليك ليه طول ما انت ماشي معايا بقلبك طول ما انت فعلا عايز ما تعملش الخطيه انا لا يمكن الرب معنا كرامه اعملك زي ما بعامل الناس اللي معرفونيش انت متميز متميز بيه بان احميك وحتى لو 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 لقيت ميا مرة مش هتجيب لك مرة ده معنا مش هتأذيك يقولك كده ان كنت تسمع لصوت الرب الىك وتصنع الحق في عينيه وتصغي الى وصياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعته على المصريين اللي هم غير المؤمنين لا اضع عليك يعني نتيجة لحياتنا الصح مع الرب والصح مش معناه ان احنا ما بنعمل مش هنعمل خطيه لا ده مش معنى الحياة الصح لان ان قلنا ان انا بلا خطيه ما بنعملش خطيه ان احنا كذبين نضل انفسنا وليس الحق فينا رسول يحنى بيوك كده لان الحق يخليك لو كدواك انك انت احيانا بتغلط واحيانا قلبك مباش نقي واحيانا بيبقى فيه شر جواك مش معنى انك تمشي ترضي الرب انك مش هتعمل خطيه لا لكن معناه انك مش عايز تعمل خطيه ولما تعمل خطيه مش عايز تكررها وانك ما تعودتش عمل الخطيه وانك بتصلي عشان تكسر اي تعود لو موجود يبقى انت ده الشرط يبقى الشرط ان الرب يعملك ويحميك من الامراض الشيطانية تقولي ايه لي جاب الشيطان هنا ما الرب بيعمل ايه بيعمل ايه الرب زي بوليس بيشرح لنا ده الراجل بتاع الموم بتاع كرونسوس استباح والاهمه وعاش في علاقة جنسية غلط ومع واحدة ومهموش اي حاجة قال يسلم مثل هذا للشيطان يعني رفع عنه الحماية فالشيطان جاب امراض لهلاك الجسد امراض تضمر الجسد فده اللي بيحصل وان الرب وحتى بنقرده ده في المزمور ان الضرابات العشر كانت ان الرب بيطلق جيش ملائكة اشرار عشان يعملوا هذا الازاء فانا لما ابا ماشي مع الرب مش معناه ان انا ما بغلطش لكن معناه اتجاه حياتي انا مش عايز الخطيه اتجاه حياتي ان انا بصالي ان الرب يخليني معاه ان انا عايز اخدم الرب ان انا عايز اكرم الرب ان الرب بحبه طول ما ده اتجاه حتى لو عند ضعف الرب هيحمي جسدي من امراض جاية من ابليس يقول لك مرضا ما زي حالة المصريين مرضا ما اللي جا في الضرابات ما يجيش عليكم ليه لان انتوا بجيتوا تابعي وعايشين بجدية معايا عزيزي المشاهد لما نعيش بجدية مع الرب نفسنا محمية من الضربات الشيطانية اكسدنا محمية من الضربات الشيطانية ولو حصل واتعرضت المرض ايه اللي هيحصل برضو انا عندي امتياز مش عند غير المؤمنين ايه هو ان انا بتمتع بالشفاء الالي بشفاء الرب فقال كده فمرضا ما بما وضعته على المصريين لا اضع عليك فاني انا الرب شفيك وانا الرب شفيك دي واعش انا الرب شفيك دي يحوى رفا ده واحد من اسماء الرب اسم عظيم للرب لانه بيقول ان الرب بيشفي بس بيشفي مين هو ده السؤال بيشفي هنا المؤمن اللي فعلا بيحب الرب ولانه بيحب الرب بيطيع وصايا الرب ولانه بيحب الرب مش عايز الخطير ولانه بيحب الرب عايز يخدم الرب طول ما انت في علاقة حية مع الرب هتختبر هتختبر حاجتين ان الرب سيحميك من الضربات الشيطانية اللي بانت فيه الضربات العشر الملائكة الاشرار دول اللي هم تبع ابليس اللي الرب رفع الحماية عن البلد فجاب فجوم والرب اخضحهم انهم يجيبوا ضربات زي الراجل بتاع كرونسوس المؤمن اللي بوليس رفع عنه الحماية يسلم مثل هذا للشيطان لما بقى عايش مع الرب بقول كده لا امراض شيطانية على الاطلاق لا ضربات شيطانية لا لنفسي ولا الجسدي ولو حدث وعيد لأي سبب انا اجي للرب وتمسك في انه بيد الشفاء واحد اسمائه يحوى رفع اللي بتقول انا الرب شفيد عزيزي المشاهد بني هذه الحلقة واقول لأي شخص مريض تعالى للرب يسوع وتعالى له بقلبك تعالى له بقلبك وقول له يا رب انت اللي تشفيني انت اللي تطلعني من هذا المرض لان انت قلت في خلو 15 انا الرب شفيك عزيزي المشاهد الى اللقاء في الحلقة القادمة الرب معك الى كل احبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب لا دينون الان هدية مجانية من خدمة انهار الحياة عند التلقي مرسلاتكم هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج او بأي استفسارات او طلبات خاصة نصلي معكم من اجلها راسلونا على البريد الالكتروني mail at pastordaniel.org او العنوان البريدي انهار الحياة صندوق بريد 3030 الحرية هليو بوليس القاهرة كمهورية مصر العربية او rivers of life P.O. Box 433 Greenford UB5 9BJ UK او ارسلوا لنا بريدا صوتيا او رسالة SMS على 012-2500-7788 واخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة انهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org اقربوا معكم وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة